اشتركوا في القناة بالإضافة إلى المكتبة والملاعب وغيرها من المرافق مشيدا بتعاون القائمين على المدرسة مع الجهات المختصة بالوزارة لإنشاء المبنى المدرسي وفقا للاشتراطات والمعايير المعتمدة أساليب تعليمية مبتكرة تتبناها مدرسة الإبداع العلمي الدولية والتي أسست صرحها العلمي كأول فرع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة فهي اليوم انطلقت ببرنامج تعليمي متكامل بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية التي تقدم برامج تعليمية معتمدة وعالمية مدرسة مصممة وفق طراز حديث بطاقة استعابية تصل إلى 1800 طالب وطالبة ومنهج دولي متطور في الواقع اليوم طلعنا على مرافق المدرسة وقاعاتها وفصولها والمختبرات الموجودة فيها فهي مصممة وفق طبعا أحدث التوجهات العلمية وإن شاء الله سوف تسهم في تطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين وتطوير المخرجات وهذا طبعا يأتي ضمن خطة واضحة لوزارة التربية والتعليم فهي الترخيص للمدارس المتطورة واستقطاب أفضل الممارسات الدولية في مجال التعليم وطبعا نتمنى للمدرسة التوفيق في القيام بأعباءها ومسؤولياتها والتي طبعا في مقدمتها طبعا أعداد الطلبة أعدادا متقدما هذا الصرح العلمي يطرح نموذجا تعليميا فريدا يتماشى مع تطلعات الرؤية الوطنية المستقبلية لمملكة البحرين حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على إيجاد تعليم نوعي خاص يعتمد على الإبداع والابتكار ليمنح مخرجات هذه المدرسة خبرة تعليمية متميزة ومن أهمها القرآن الكريم والذي يعد أحد أبرز البرامج التي تطرحها مدرسة الإبداع العلمي الدولية في مملكة البحرين وقع الاختيار على مملكة البحرين لنبدأ فيها أول فرع خارج دولة المملكة العلمية والتحدة بالنسبة للجانب القيمي كيف نحقق نحن هذا عن طريق برنامج حفظ القرآن الكريم وعن طريق تعليم اللغة العربية بالفصحة من أبداع من الـ FS1 الأول مرحلة كذلك التركيز على إثراء مادة التربية الإسلامية والعقيدة الإسلامية فهذه هي الركائز الأساسية التي نقدم فيها التعليم القيمي جنب إلى جنب منهج بريطاني تجارب تعليمية نوعية عالية الجودة ضمن منزيج فريد من المنهج البريطاني ومنهج وزارة التربية والتعليم البحريني للغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا إلى جانب برنامج فريد لتحفيظ القرآن الكريم سيكون له دور في إطلاق العنان أمام الإمكانات الكامنة لدى الطلب المنتسبين لهذه المدرسة يأتي افتتاح مدرسة الإبداع العلمي الدولية في البحرين لتقدم مفهوما لمستقبل التعليم المبتكر في المنطقة وذلك لاعتمادها على منزيج فريد من خبرات الأكاديميين وأساليب التنمية الشخصية والتركيز على غرس الأخلاقيات والقيم الإسلامية ضمن مناهجها التعليمية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين